طبعا هلا فيكم أصدقائي أصدقائي قناة جودتوينز طبعا أصدقائي إن شاء الله اليوم بدي أتكلم برضو كتكملة للحلقات السابقة بالنسبة لتعلم أسرار السيو تمام بالنسبة للمحتوى تبعك هل الموقع تبعك فيه أمل في يوم من الأيام اتحقق منه أرباح كويسة طب أنا لو إجيت السيد العزيز ودخلت على مقال منها المقالات تمام طبعا هذي كتابة الكاتب عندي ماشي يا سيسو لا المقال مش كويس على فكرة هذي يا جماعة نو 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 بس الصور الموجودة فيه عددها كويس لكن المحتوى نفسه لا ماشي أنا بعلمه للكاتب ماشي يا أستاذ خليني أدخل على المقال هذا تمام لو أنا إجيت ركست فيه هو صغير جدا برضو يا سيسو لا 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 مش تمام هاتلي المقال هذا هذا المقال بالسوس كيف آه والله يا سيسو هذا مقال كويس بس يا سيسو شيل منه نوزة لو سمحت ماشي يا عم المهم خليني نركز في الأهم على أساس نفهم السيستام هل وجد أنت بدك تحقق أرباح في جوجل أدسنز ولا لا ولا حابب تنام زي الهانم ولا كيف يعني تعا تعا لو إجيت أنا هنا على جوجل أدسنز تمام خليني أجي وأدخل على الآلة الحاسبة هاي الآلة الحاسبة قدش عندي هذا الآخر الأسبوع سيبك من هذا الشعر آخر سبع تيام والله يا بسوس بقولي 591 أو 951 آسف زائد 617 قدش بطلعوا 1568 دولار يا سيسو يعني بحر يعني مصاري خير الله لكن المهم بدي تركز على جسة كتابة المقالة يا صديق العزيز وبيدي تمشي على النصائح اللي بنوها إلك وأتمنى يا الكتاب اللي شغالين في المدونة برضو نفس السيستام عشان ما فصلكوش ماشي عيبة سيسو عيبة سيسو إحنا ما كلينا عيش وملح مع بعض أنا آسف يا هانم طيب على العموم أول نصيحة بدي تتبعها لما تكتب المقال تبعك اللي أنت عن جد بدك تطلع فيه وبدك تحقق أرباحك كويسة تمام؟ لو سمحت تركز على كلام منيح الناس الشو يعني ياسيسو الناس؟ بمعنى تعال هل وجدت أنا يا سيد العزيز كزائر دخلت المدونة تبعتك تمام؟ تخيل أنا دخلت المقال يا سيد العزيز هذا اللي أنا توأنا نجيت عليه السواني بالله جيت دخلت على المقال مثلا هذا زين؟ خلينا أشوف بالله كيب مكتوب أيوة كويس هذا المقال برأيك مقالة كويس هل هو جيد لجوجل؟ طب بلاش جوجل؟ سيبك من جوجل شوية بسوس هل هو جيد للقارئ نفسه أو الزائر نفسه؟ تعال تعال هجيت أنا غالبان بالإنجليش وإنت ضيف لنص سانة وطلعت ضفطلي كمان نص بالشكل هات تمام؟ كل هدول ضفطلي إياهم مع بعض بتتوقع أنا حقره هذا النص يعني مدة بقائي جوا الموقع هتكون كويسة ولا حطلع حقره هذا النص المنصق وحلو وجاهز طلع ما صغره؟ وتحتيه جاي الصورة مباشرة طب ماشي بلاش هدي بس أنت ركز معي تمام؟ أول نقطة بدي أفهمها إنه بدي أحاول أخلي المحتوى تمام؟ إجليل وفي نفس الواجهة جزاب الزائر يحبه أنا لقيت كلمتين هم وتحت الكلمتين لقيت مزة حلوة طب أنا غصبا عني بدي أجرى كلمتين يمكن بتعلقوا في المزة يا بسوس الفكرة اللي بدي أوصل لك إياها جد ما تقدر خلي المحتوى تبعك حلو تمام؟ ومنصق وفي نفس الواجهة صاحبي صغير محدود تمام؟ على أساس إحنا نستوعبه وجد ما تقدر ضمن فيه كلمات مفتاحية تعال هانا بتكلم أنا إيش كاتب؟ دوفولو باكلينكس طلعت استخدمت بكلمة باكلينكس نفسها إيش؟ ككلمة مفتاحية وفي نفس الواجهة حشيتها بمين؟ ارتباط من مقال تاني تمام يا صاحبي؟ أنا هادا أشغال عليه على فكرة أنا هانجع بلعب لعب هادا حساب أدسينسة جماعة لسه مش مفاعل حتى بين كود لسه يا دوب بسخن فيه تسخين نظام إبر بديه تمام؟ أما الأرباح الجدية والله العظيم لسه ما دخلته والله لسه ما دخلته لسه بس بقول يا هادفي فأنا كمان بدي تعمل نفس السيستم يا صديق العزيز كمان يا صاحبي زي ما اتفقنا؟ زين؟ هل وجد أنت يا صاحبي بتستخدم المقال تبعك؟ تمام؟ جيت بدك تكتب مثلا عن باكلينك دوفولو أو دوفولو باكلينك أو منها الكلام هاد هاي الكلمة هادي زين؟ هادي الكلمة كلمة رئيسية طبعا أنا معلم عليها هام بولد ككل زين؟ وفي نفس الوقت بدي أجي وبدأ أدخل يا إما على جوجل بلانر يا إما سيد العزيز على الموقع اللي معفن هاد تعايا موقع هذا الموقع ما بديش أنا منه كتير حاجات بس بدي أخذ منه نقاط بسيطة هاي الكلمة هادي باكلينك كذا كذا وبحث طلعت دانا أكم كلمة كبشا يا إما بتدخلي على أي موقع تاني وبتشوف لي جوة المنافسة تبعتي الكلمة زي مثلا موقع سيوبيلتي نفسه بتدخلي عليه وجيس لي جوة الكلمة وجدش عليها عمليات بحث في الشهر في النهاية هيك بدي تستخدم الكلمات الشبيهة من الكلمة الأساسية وتعملهم كحشوة جوة المقال تبعك تمام؟ نسق لي جد ما تقدر أضيفهم وين جوة المقال تبعك تمام؟ لكن برضو مش معنى هذا الكلام إن الصورة اللي أنا بدي أنزلها بدي أظلمها لأ الصورة اللي بديك تنزلها يا صاحب العزيز بدي تخليها بنفس عنوان المقال والارتباطة صديقة العزيز الارتباط الرابط لأنت ضيفه لو أنت ركزت أنا هادي الكلمة الأساسية ككل طبعا أنا مستهدفين منها أو لهو كلمة باكلينك دوفولو باكلينك لكن العنوان أو الارتباط نفسه الرابط طبعا المقال هذا هايو زي ما أنت شايف وين موجود؟ ناشره يا سيد العزيز هان تمام؟ في الرابط نفسه ذاكر الكلمة المفتاحية اللي أنا بحاجتها فأنت كمان لازم تعمل نفس الإشي لازم تغرز المقال تبعك بالكلمات هذه يا صاحبي تمام؟ لأنه هذه الكلمات برضو هيك هيك عليها نتائج بحس أو حيجيك من خلالها أتمنى منك تفهم النقطة هذه كويس وزي ما اتفقنا يا أصدقائي زي ما قلت في البداية تمام؟ المقال تبعك المحتوى تبعك بالذات في بداية فقراته جد ما تقدر أذكر الكلمات المفتاحية الأساسية المضمنة في العنوان واللي أنت راغب بالفعل أنه أنت تنجح فيها زين؟ حاول تضمنها في بداية مقالك زين؟ لأنه جوجل زي ما وصلت وهين بعيد تاني جوجل طبيعته بيقرأ أول مئة كلمة من المقال إذا حبهم واختنع فيهم مقالك بيطلع فوق وإذا نضخ على المقال باك لينك يعين عينك وقتها أنت في السليم ماشي يا عم طيب ماشي يا بسوس وصلت النقطة هذه طيب سيسو سيسو مانا بدأ أسأل سؤالة سيسو هل وجد أنت بتستهدف في هذا المقال مثلا كلمة دوفولو باك لينك؟ تمام؟ هل أنا بإمكاني أستخدمها وينما أجى في المقال تبعي؟ صديق العزيز إلك الحرية تستخدم في كل 300 أو 1000 كلمة 7-8 كلمات يعني الجملة نفسها أو العنوان نفسه أو الكلمة المفتاحية المزدوجة نفسها تمام؟ مسموح لك تستخدمها في حدود 7-8 مرات في كل 1000 كلمة لكن نصيحة مني ما تضلكاش تزود في استخدامهم لأنه إنت لو زودت تمام؟ إنت دمرت المقال تبعك أول شغلة تاني شغلة احتمال تتعاقب من جوجل على فكرة يا جماعة شركة جوجل حاليا صارت تتعاقب بعض المدونات في بلوجر بأنه تحزف المدونة بشكل نهائي بسبب الأسلوب هذا فعلشان هيك دا صديقي العزيز زي ما اتفقنا تمام؟ كلمة باك لينك دوفولو أو دوفولو باك لينك شوف لي في جوجل إيش الكلمات المرادفة إلها تمام؟ ها جيت دخلت على جوجل إيش في عندك كلمات مرادفة؟ إيش مذكر في العنوين؟ هاي هدي مثلا جيت دوفولو باك لينك هاي مثلا هذي تمام؟ لهو سحب الباك لينك تمام؟ أو السيئ زين انزلي تحت هاي فهن في عندك عنوين اسطلعني منهم كلمات أقول لك طلع لي كلمات المرادفة يا سيد العزيز هاي هاي دوفولو لينك دوفولو بلوك كماونت تمام الكلمات هاي كلها كلمات أساسا مرادفة برضو فيك تستخدمها يا صاحبي في المحتوى تبعك ادمجها استغلها صح زين اتعب لك شوية لو في 30 مقال وانقبلت في جوجل ادسنس تمام في المقال أو في آخر 10 مقالات لول يعني من 30 ل40 بتوقع أرباحك في جوجل ادسنس تمام تبدأ تصل الأرقام هادي يا صاحبي العزيز تمام انت يعني مستهين في كلمة 48 أو 49 دولار في اليوم انت كرهانهم طب بلاش اليوم الأمس 200 دولار يا صديق العزيز 200 دولار في 30 يوم قداش بدي يطلع عندك كبشة اقسم بالله بتتجوز في شهر واحد ولا شو يا هانم كنو انت مش حابة تتجوزي ولا كيف يعني عيبة سيسو عيبة سيسو حاضر طيب تمام وصلة النقطة هادي يا بسوس طبعا أصدقائي برضو حابب أنوه لنقطة تانية مهمة جدا تمام أنا يمكن ما استخدمتش في المقال تبعي وكان من الغلط لكن الواحد لسه بتطور زين؟ أصدقائي هاي جيد أنا رجع بكتب مقال عن باكلينك دوفولو مزبوط تعال طلع لي هان أنا لو ما عنديش عنوين فرعية لأصنعها تمام؟ أو ما بديش أصنع زي ما بقولك اعمل تعال طلع لي هانا أسئلة طرحها الآخرون هاي عنوان فرعي تمام؟ وطار دوفولو باكلينك؟ سيشي عن دوفولو باكلينك؟ تمام؟ هدا سؤال أو هدا عنوان فرعي أو سانوي بإمكاني أستغله طبعا أفضل يكون فرعي هاو دو كيف أنت تنشئ باكلينك؟ تمام؟ لهو دوفولو ها؟ في عندك أسئلة تانية كيف تتمصل من كذا كذا؟ هانا كيف تاخد باكلينك روابط باكلينك؟ مديك أنواع وأشكال حبيبك استغلهم استغلهم طيب ماشي يا بسوس سيسو سيسو بدأ أسأل سؤال تاني هلوقت أنا هانا مش عارف أصنع وصف للمقال تبعي جو الوصف تبع الاعدادة تبع المدونة بالنسبة للمقال المشاركة نفسها طبعا أفضل إذا مش عارف تصنع خد لي وصف من هادي الارتباطات وينها؟ مش هادي تمام؟ هادي النقاطة جماعة اصنع لي منها وصف تمام؟ وأفضل أو أنصحك يعني قد ما تقدر هو عدل بس خلي تعديلك كإضافة تغيريش كلمات تغيري كلي لا أضيف كلمات ما بيني كلمات تمام؟ كلمات ما بيني كلمات على أساس برضو تحافظ على معنى الجملة الأساسية وظل موجود كلماتها على أساس برضو تاخد عمليات بحث من جوجل أقوى وترتيب أليكسا عندك ماله قد ما يقدر يتحسن يعني حاليا ترتيب المدونة 40 ألف وعلى ما أعتقد إنجاز وممتاز طيب ماشي يا بسوس وطبعا أصدقائي من النقاط المهمة اللي اتفاجنا عليها من قبل واللي حابب أنوه إليها تاني صديقي العزيز هذا المقال سيء جدا بكل مقاييس كلمة وأتمنى من التكاتب كاتب هذا المقال ابدأ يا حبيبي عديني المقالات كويس تمام؟ هانا لو أنا أجيت هانا المقال كويس بس برضو فيه نقاط برضو حابب تركز عليها منيح تمام؟ الخط المائل والبولد تمام؟ الألوان داخل المقال تبعك حاول تركز عليهم تمام؟ تظلمليش المقال تبعك يعني هانا بتلاقينا عامل كلمة بولد واس اي او سيو وعمل فيها ارتباط هانا نفس السيستم زين؟ هانا مش حاطط ارتباط لكن عامل بولد ومعامل ألوان ملون على أساس أجذب عين الزئر وانت كمان نفس السيستم زين؟ حاول تمشي على النمط هاد على أساس مقالك تزيد مدة بقاء الزئر فيه لأنه أهم ربح في جوجل ادسنس تمام؟ أيا كان نوعا موقع إذا مدة بقاء الزئر فيه كويسة والكلمات مزبطة فيه المقال تبعك هيطلع دخل واللهي المقال تبعك لا يطلع دخل ماشي يا عم ماشي يا بسوس وطبعا أصدقائي فيه برضو نقطة مهمة لازم أمشي عليها هل وجد أنا بدت بقاء مقالي عن مين؟ واللهي يا بسوس انت تكلمت عن باك لينك؟ أو دوفولو باك لينك؟ لو أنا نزلت في آخر مقال نصيحة مني آخر مقال تظلمهوش طبعا أنا اللي عامله هون المفروض غلط المفروض والطبيعي غلط المفروض الصح آخر جملتين ثلاثة في المقال تبعي أعمل حشوة بتتعلق في مين؟ بتتعلق صاحب العزيز في الكلمات المفتاحية بس مش حشوة أي كلام حشوة اللي تكون يعني انت مدمش فيها الكلمات المفتاحية لكن على نص أو على شكل مفهوم زين؟ حاول تطبق العملية هادي لأنه عن جد حتطلع معك برضو الزيارات وحتجو المقال تبعك وحتجو ترتيبك في أليكسا وممكن تاخد النتائج الأولى في جوجل أتمنى يا أصدقائي ركز برضو على نهاية المقال ما تجيش تقولهم استودعكم الله اللي أزي لا تضيعه ودائعه وكذا 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 انت يا صاحبه مش في خطبة دينية زين؟ انت جاعد تتكلم في مقال عن باك لينك ما دخلهش في الدين أنا مش معنى هيك بقولك ابعد عن الدين دين أحلى إشي وإحنا أساسا مسلمين لكن جزدي تمام؟ حاول تركز في حدود المحتوى أو الشيء اللي انت بتتكلم عنه يمكن اللي بيجرى مقال واحد مسيحي مش مسلم يمكن اللي بيجرى مقال واحد بوزي فيا صاحبه انت عشان تراعي كل الفئات امشي في حدود المحتوى اللي انت بتتكلم عنه زين؟ وخلص حاول تركز عليه وبالذات في نهاية المقال ادمش برضو الكلمات الرئيسية اللي انت استخدمتها بشكل مفهوم وإذا كنت حابب تاخد الزيرات حقيقية من جوجل تمام؟ وبالذات يا جماعة من جسة صور الجوجل لو سمحت يا صديقي العزيز جد ما تقدر في المقال تبعك ضيف صور أنا أكبر غلطة إنه ضفت صورة واحدة هان كان المفروض هنا ينضفتين او ثلاثة زين؟ طبعا كل صورة بدا ديها اسم مثلا الصورة الاولى اللي انا حاططها هان براح تكون باسم المقال تبعي الاساسي العنوان الاساسي مثلا المفروض اجي اضيف هنا صورة تمام؟ اسميها يا سيد العزيز ريزيولت اللي هو باك لينك سايت او زباست تمام؟ زباست باك لينك سايت تمام؟ هذه الصورة المفروض انا اجي اضيف هنا صورة قبل النقاط هدول اللي انا عملهم زين؟ وقبل نهاية المقال كمان نفس السيستم اضيف صورة ثالثة على اساس تكسب محرك بحث صور جوجل من غاد تاخد يا حبيبي ايش؟ الترافيك مميز الترافيك والله العظيم مميز الزيرات حقيقية من جوجل معتمدة تمام؟ اتمنى يا اصدقائي الزيرات الأورجينيك لها اهمية كبيرة في اي مدونة تمام؟ في زيادة مثلا مدة بقاء الزائر السي بي سي تبع جوجل أدسنز تمام؟ فعشان هيك تركزلي على كمية الصور تبعتك في المقال زين؟ بس مش تطلع تكتبلي مقال 200 كلمة وتحطلي 5 صور هذا جنون اسمه لا بدك تستخدم الصور بقالية 1000 مقال 3 صور تمام؟ كل 1000 اعتمدها 3 صور يا صديق العزيز وعشان انا يا جماعة احسن معدل الارتداد برضو في المقال تبعي تمام؟ ومدة بقاء الزائر داخل الصفحة نفسها زين؟ لو سمحت المحتوى التفاعلي هو اهم محتوى زين؟ مش معنى هيك انه انت ما تكتبش محتوى خاص فيك لا هو انت هتكتب محتوى خاص فيك تمام؟ انا هالوقت بتكلم عن الباك لينك زين؟ زين ما قلتلك ونفس الكلام اللي هتوعدته هو وهو بس انا جاعة بتديلك هي بصيغة او بمعنى تاني لو انا استخدمت محتوى تفاعلي زين؟ يعني زين مثلا هدول الكلمات تمام؟ وات از ادوفولو اش اسمه ادوفولو لينك؟ كيف بده احصل على؟ الروابط مثلا دوفولو كيف سيد العزيز بده اصنع لو برضه ارتبطات دوفولو كيف كذا كذا؟ هذه الكلمات او هذه العناوين الموجودة في جوجل هي المحتوى التفاعلي وهي الاسئلة اساسا اللي بتطرحها الى جوجل تمام؟ هي اللي هتجول موقع تبعك وهي اللي هتطلعك لقدام تمام؟ لو انت لاحظت هنا اسئلة طرحها الاخرون كل ما تستخدم منها او من محتوىها طبعا مش معنى هيك مش معنى انه تستخدم تطلع تنسخها ناس خلاصق لا طبعا مع اضافات جديدة وميزات جديدة وقد ما تقدر ضيف وغير زين؟ لكن حافظ على الكلمة المفتاحية وجدش يعني عددها ووين اماكنها بالزبط والاهم حافظ على الارتباطات الداخلية لانه هي الكنز تبعك زينة صاحبي؟ لو انت استخدمت النمط هذا المدونة تبعتك قسما بالله في اول 30 مقال انت عملت اليك سيو كويس عملت اليك صاحب العزيز اللي هو ترتيب اليكسا مميز تمام؟ ارشفت مقالاتك بالكامل في العشر مقالات اللي هو من 31 ل40 عندك حيبدى يدوس السي بي سي ارباحك في جوجل ادسنز حتبدأ تطلع النقرة تبعتك رح تصل مية ومتين في جوجل ادسنز وانا هذا هو اللي عرضه قدامك الصديق العزيز اتمنى طبعا اصدقائي انو الحلقة هذي تكون سورة يعني وصلت فيها وانا بعتذر ان عدتها لانه هيك اكتنا اتكلمت مسبقا عن النقاط هذي لكن حبيت اعيدهم على اساس اسبت النقاط عندك وعلى اساس انو انت برضو تكون او اكون اسبتلك من خلال ارباح جوجل ادسنز بالنسبة حتى الحساب جديد نهائي طبعا انت لو لاحظت هنا لسه حتى اسبات الملكية مش موجود فيه هذا لو مسبت الملكية فيه كان بطلعوا من 3000 ل 10000 دولار ارباح بس في 30 يوم زين؟ يعني بمعدل حوالي 500 دولار يوميا بس تمام؟ لكن انا هاي البديك انت تمشي عليه ركز كويس في المحتوى تبعك اتعب عليه انت يمكن شايف انه مش راح يطلع معك في البداية لكن والله العظيم انت جاعد تبني في ارضية حقيقية انت لو بدك تبني ع ارض الواقع محل وبدك تشترل ع سيارة او تشغل عمال وتعمل وتسوي وتبني اقول لك لو بنت سوك كامل ع ارض الواقع مش هتحقق ارباح منه زي المتوقعة من جوجل ادسنز اتمنى يا اصدقائي هيك تكون السرة وصلت بشكل نهائي طبعا الله يعطيكو الف الف عافية وانت كمان يا هانم سلام ماشي يا بسوس ماشي يا عصبي الله يعطيكو العافية يا جماعة